اشتركوا في القناة الموافق للخامس من فبراير وبهذه المناسبة نقل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى الضباط الذين جرى ترقيتهم تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق والسداد لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار خدمة للوطن تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه كما أصدر صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمره بترقية أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعين تشمل الأفراد والمدنيين في مختلف الرتب والدرجات بقوة دفاع البحرين بهذه المناسبة وهنأ صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط والأفراد والمدنيين بمناسبة ترفيعهم مباركا لهم ترقيتهم وداعيا أن تكون هذه الترقية حافزا لهم لبذل المزيد من العطاء في ميدان العمل لأداء واجبهم الوطني في الدفاع عن الوطن وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لقوة دفاع البحرين وتمنيا لهم التقدم والنجاح في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة